بعد التأجيل الأول لإقفال المزايدة بين الشركات المؤهلة في دورة الترخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية من الرابع من تشرين الثاني إلى العاشر من كانون الأول المقبل أرجع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الإقفال مرة ثانية حتى العاشر من كانون الثاني مطلع العام المقبل نتيجة لعدم العقاد جلسة لمجلس الوزراء وإقراره مرسومين نموذج عقد الاستكشاف والإنتاج وتقسيم القطع البحرية هلأ فيه خسارة وقت نتأمل ما تصير خسارة شركات هذا تأجيل تاني نتأمل ما تصير تأجيل تالت نتأمل اللي يطلع المرسوم بهذا الشهر تنقدر نضلنا شوي ضمن المهل اللي كنا حكيين عنا وطالع بإقرار مجلس الوزراء باسيل يأمل عقد جلسة سريعة لمجلس الوزراء لحل الإشكالية التي وصفها بالسياسية لا بالتقنية ما عنا رغبة نروح على تأجيل تالت عندكم خيار غير الجلسة الحكومية بجعبتكم فيه خيار أنوني يعني خلينا اليوم نحكي بالجلسة الحكومية الاستثنائية لأنه مني عم بفهم بعد شو المانع القانوني أو التقنة بإجراءة إذا في عامل سياسي مني يخلي كل الناس طلع تعلون عن حالم نعرف واللبنانيين بيعرفوا أنه فلين أعلن عن رفضه ومثل ما نبارحة كتلت الوفاء المؤاومة لأول مرة أعلنت عن مطالبتها بعقد هالجلسة تتفضل بقية الأطراف تعلن تقول شو موقفها الحقيقة وتشتغل معنا على تحقيق هيدا الشيء وتشدر الإشارة إلى أن أقفال دورة الترخيص هي الخطوة الأخيرة قبل توقيع العقود مع الشركات إذانا لها ببدء استكشافاتها الأخيرة في المياه اللبنانية قبل الشروع في التنقيب